اشتركوا في القناة نرى منها كمان يتكلم في ان فيروس كورونا من علامات الساعة نرى من يتكلم في ان مش عارف ايه من علامات الساعة كل حاجة بيربطوها بعلامات الساعة وعلامات الساعة لها اصول ولها ضوابط ولها يعني علم لابد ان ندرسها وقبل ان نتكلم فيه في البداية يا حبيب عايز اقولكم احنا قلنا قبل كده لو تتذكروا ربنا يبارك في عمركم قلنا ان علامات الساعة الصغرى حوالي 94 علامة قد تزيد عند حد وقد تقل عند احد انا جمعت لما عملت كتاب قصة النهاية جمعت حوالي 120 علامة صغرى لكن الذي صح عندي من الاحاديث 94 علامة تمام كده وقلنا ان علامات الساعة الكبرى دي مش محتاجة بقى ايه اجتهاد من اي حد ايه ورد فيها حديث واحد رواه مسلم بروايتين علامات الساعة الكبرى عشر علامات وهناك علامة يقول عنها اهل العلم مجازا انها علامة وسطى الا وهي ظهور المهدي اللي هو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ليس من علامات الساعة الصغرى ولا الكبرى بيعتبروها علامة وسطى فاصلة ما بين الصغرى والكبرى وكلمة فاصلة مش معناها ان الصغرى كلها خلصت وهتبدأ الكبرى لا لان في علامات هتكون بين سنايا العلامات الكبرى طيب علامات الساعة الصغرى حبيبي المتبقية او الاشياء التي يعني العلامات الساعة الصغرى بتنقسم لكم قسم ونشوف ايه منها المتبقي الى قيام الساعة اولا علامات الساعة الصغرى ثلاث انواع ايه هي الثلاث انواع نقولها بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأرجوكم ركزوا معايا في المقطع ده جدا لأنه مقطع من أخطر المقاطع اللي نسمعها علامات الساعة الصغرى ثلاث أقسام القسم الأولاني علامات ساعة صغرى ظهرت وانقضت خلاص مش هترجع تاني زي إيه زي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو من إيه من علامات الساعة الصغرى زي انشقاق القمر ده من علامات الساعة الصغرى ظهر وانتهى زي موت النبي صلى الله عليه وسلم زي طاعون عمواس يبقى إذن من ضمن العلامات التي ظهر طبعا ده مش كل العلامات أنا مش هذكر لك الـ 94 علامة عشان تبقى بس واخب بالك معايا أنا ما بذكرش الـ 94 علامة أنا بقول لك أمثلة أمثلة من العلامات التي ظهرت وانقضت زي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زي انشقاق القمر زي موت النبي صلى الله عليه وسلم زي طاعون عمواس تمام كده؟ أدي مثلا إيه دي نمازج طيب النوع الثاني من علامات الساعة الصغرى علامات ظهرت وما زالت مستمرة حتى الآن بل ومنها من سيستمر لفترة طويلة جدا زي إيه حبيبي؟ العلامات التي ظهرت ومستمرة حتى الآن زي ظهور الفتن زي ظهور مدعو النبوة لحد الآن في ناس بتدعي أنها أنبياء وفي واحد يطلع إيه كان المهدي المنتظر إلى غير ذلك زي ظهور الشرك ظهور الشرك في الأمة زي اتباع سنن الأمم الماضية اتباع الأمم التي قبلنا زي رفع العلم وظهور الجهل وده واضح زي التماس العلم عند الأصاغر يعني بدل ما نطلب العلم عند أكابر العلماء لا نطلبه عند أصاغر طلبة العلم زي ضياع الأمانة وده واضحة طبعا زي كثرة الكذب وزي إسناد الأمر لغير أهلي نحن نحط الرجل غير المناسب في المكان المناسب أو نحط الرجل المناسب في المكان غير المناسب وهكذا إسناد الأمر لغير أهلي زي ظهور الفحش وقطيعة الرحم وسوء الجوار طبعا كل دي أمور واضحة جدا بالنسبة لنا وما زارت مستمرة زي شهادة الزهور كل دي علامات ساعة صغرى زي كثرة الشح اللي هو البخل زي عدم تحر الحلال وأكل الحرام زي انتشار الربا زي ظهور المعازف والمزيكة زي كثرة شرب الخمور زي كثرة النساء وقلة الرجال زي ظهور الكاسيات العاريات التبرج انتشار التبرج زي انتشار الزنا ربنا عافينا عافيكم زي كثرة القتل زي موت الفجأة زي ذهاب الصالحين زي وقوع التناكر بين الناس زي التناكر يعني يبقى الناس ما بينهم ما بين بعضهم علاقتهم بقت سيئة جدا وده طبعا واضح وحاصل زي تسليم الخاصة ان دي أنا ما سلمش إلا عن اللي عرفه إنما اللي ما عرفوش ما سلمش عليه ده واضح وظاهر الآن زي غربة الإسلام زي تمني الإنسان الموت من شدة البلاء دي نمازج من علامات الساعة الصغرى التي ظهرت وما زالت مستمرة يبقى زي ما قلنا حبيبي إن علامات الساعة الصغرى بدنقسم لثلاث أنواع ذكرنا النوع الأولاني اللي هو النوع اللي ظهرون قضى خلاص زي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زي انشقاق القمر زي موت النبي صلى الله عليه وسلم زي طعون عمواس قلنا في النوع التاني من علامات الساعة الصغرى العلامات اللي ظهرت وما زالت مستمرة زي ظهور الفتن وانتشار الفواحش وقطعة الراحل وسوء الجوار وأكل الربا وكثرة الكذب والزينة إلى غير ذلك من العلامات التي ذكرناها قلنا النوع التالت حبيبي هو العلامات خدوا بالك التي لم تظهر بعد لسه في علامات ساعة صغرى ما ظهرتش أي نعم تخش في حوالي كم علامة حوالي 30 علامة يعني مش بالزبط لكن حوالي 30 علامة منهم بعض العلامات اللي هتظهر خدوا بالك هنقسمها برضو قسمين العلامات الصغرى التي لم تظهر أنا لسه ما تكلمتش عن علامات الساعة الكبرى حبيبي أنا بتكلم عن علامات الساعة الصغرى تمام؟ واللي هم 94 علامة قلت لكم أنا بذكرش اللي 94 علامة إنما بذكر لكم بس نمازج من العلامات اللي ظهرت وخلصت واللي ظهرت واستمرت واللي لسه ما ظهرتش بتكلم دلوقتي عن القسم الثالث اللي هي العلامات اللي لسه ما ظهرتش العلامات اللي لسه ما ظهرتش هنقسمهم قسمين القسم الأولاني علامات هتظهر الفترة اللي جاية ديت وتكون قبل بدء علامات الساعة الكبرى وقبل ظهور المهدية تمام وفي بعضها يظهر يعني قبل المهدية ويكمل شوية بعد المهدية عليه السلام تمام والعلامات التي ستظهر بقى بين سنايا العلامات الكبرى دي بالتحديد 13 علامة هتشرح لكم في الجزء الثاني اللي هو إيه اللي هو العلامات التي ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى تعالوا دلوقتي نشوف علامات الساعة الصغر اللي احنا بننتظرها قبل بدء العلامات الكبرى أو لهلك بعض ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم ندي أمثلة على سبيل المثال وليس الحصر مثلا عودة أرض الجزيرة مروجا وأنهارا أرض الجزيرة العربية اللي ناس كتيرا ما تعرفوش نهاية كانت زمان مروجا وأنهارا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادت صحراء لبعض الأسباب التي سببها المولى عز وجل الأسباب قدرها ربنا فعادت الأرض إلى صحراء ستعود مرة أخرى مروجا وأنهارا بعض أهل العلم قالت لعل لعل ذلك يكون من كثرة حفر الآبار وبعضهم قال يمكن بجوار كمان حفر الآبار يمكن يكون بسبب مثلا تغيير المناخ معين ربنا هيقدره بحيث أن الأرض دي ترجع مرة تانية مروجا وأنهارا وبعضهم قال ممكن يكون بسبب الزحف الجريدي الذي يأتي من أوروبا ويصل إلى أرض الجزيرة إلى غير ذلك من الأسباب المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاز بن جبل أن أرض الجزيرة لا يشكن يا معاز أن تراها أرض الجزيرة مروجا وأنهارا كما كانت يعني هي كانت قبل كده مروجا وأنهارا طيب الحاجة التانية انتفاخ الأهلة الأهلة جمع هلال يعني مثلا هلال رمضان في أول ليلة تلاقيه عبارة عن هلال رفيع أو كده لا ممكن تلاقيه في أول ليلة في رمضان مثلا هلال بس تخين شوية كأنه منتفخ كأن الهلال ده مش بتاع أول ليلة لا ده بتاع الليلة الخمسة فهو انتفاخ الأهلة ده من علامات الساعة الصغرى يظهر الهلال في أول ليلة وكأنه هلال بللة خمسة او ليلة ايه سبعة طيب تكليم السباع والجمادات للانس هيحصل الكلام ده في اخر الزمن نعم هيحصل ورد في احاديث كثيرة صحيحة طبعا انا دلوقتي بذكر لكم بس فقط ايه ومضت كده على العلامات ديت وإلا فشرح العلامات وعد امام الله سبحانه وتعالى ان الفترة اللي جاية امسك لكم علامات الساعة الصغرى كلها نشرحها كل علامة في مقطع وعلامات الساعة الكبرى بقى نعيش مع بعض كده ان شاء الله ونستمتع نستمتع بالكلام بقى في شرح العلامات الساعة الكبرى واعمل لكم ان شاء الله حلقات مخصوصة عن المهدي عليه السلام وهو من اهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودي دراسة يعني قضيت فيها سنوات طويلة جدا وعامل فيها خمس مجلدات بفضل الله سبحانه وتعالى يبقى تكليم السباع والجمادات للانس السباع تكلم الانس ايه نعم الجمادات هتكلم الانس هيحصل تمام ده من ضمن علامات الساعة الصغرى من ضمن علامات الساعة الصغرى ايضا خروج رجل اسمه القحطاني هذا الرجل يسوق الناس بعصاه يعني يسوق الناس بعصاه يعني ظالم لا ده هو حاكم عادل جدا جدا لكن وانسان صالح جدا لكن كلمة يسوق الناس بعصاه يعني الناس هتزع لامري وتستمع لكلامي وهو سينشر العدل بين الناس وده هيكون قبل بدء قيام علامات الساعة الكبرى من ضمن العلامات ايضا حصر نهر الفرات عن جبل من الذهب اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم ان نهر الفرات سينحصر عن جبل من الذهب فاذا رأيتموه فلا يأخذ احد منكم شيئا فانه ايه سيقتتل عليه من كل مئة يقتل منهم تسعة وتسعين واحد ولا يقى الا واحد فالصحابة استغربوا طب والناس هتروح تقاتل ليه من اجل جبل الذهب ده رغم ان هم عارفين ان هيتقتل من كل مئة تسعة وتسعين واحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل واحد منهم في نفسي لعلي انا الذي انجو يعني هو عارف ان في من كل مئة هيتقتل تسعة وتسعين من اجل التكالب على الدنيا وعلى الذهب لكن كل واحد بيقول ايه مش هو تسعة وتسعين هيتقتله يمكن ان رقم مئة اللي ايه الذي سينجو ويأخذ الذهب طيب هينحصر جبل الفرط عن الذهب ازاي قالوا لعل وعسى يمكن بسبب اقامة السدود والنهر بيعدي في تلت دول تمام او تغيير مجرى النهر فينحصر الذهب او جبل الذهب فيظهر وبعض الناس تكلموا في ان فعلا بدايات الامر بدأت تظهر في هذا الزمن طيب زي ايه تاني زي تلت انواع من الفتن حاجة اسمها فتنة الاحلاس وفتنة السراء وفتنة الدهيماء هشرح حلقه طبعا في مقطع لوحده بفضل الله دي تلت انواع برضه من علامات الساعة الصغرى زي ايه تاني يا حبيبي زي ظهور المسخ والخصف والقذف المسخ ان الانسان يمسخ عيازا بالله قردا او خنزيرا والخصف ان يقصب به الارض بزلزال فتبلعه الارض عيازا بالله والقصف ان يقصب بالحجارة من السماء وده هيحصل في اخر الزمان لبعض اصحاب المعاصي المصرين على بعض انواع الكبائر طيب زي ايه تاني يا حبيبي زي محاصرة المسلمين في المدينة المنورة الاصل ان المدينة المنورة مكان الامان كله لكن في وقت معين هيحصل محاصرة لبعض المسلمين في فتر الضعف هيحاصروا في المدينة ثم ينفك هذا الامر سريعا لن يستمر طويلا بفضل الله زي ايه تاني زي علامة خطيرة جدا جدا زي قتال الروم في الملحمة الكبرى الملحمة الكبرى تسمى عندنا الملحمة الكبرى عند اهل الكتاب في كتبهم بتسمى معركة هير ماجدون معركة هير ماجدون معركة هير ماجدون ورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم صلحا آمنا اللي هو حاصل دلوقتي ستصالحون الروم الروم دي لأم مين اللي هو أوروبا وأمريكا ستصالحون الروم صلحا آمنا قبالك فتقاتلون بلدا من جهة المشرق إيه هي البلد دي الله أعلم إمام الصين مش عارف إيه الله أعلم فثم تقاتلون بلدا من جهة المشرق فتغنمون وتزفرون يعني هتفوز عليهم وتاخدوا غنائم كثيرة جدا ثم يقف رجل ويقول انتصر الصليب فيقتله رجل مسلم فيكتمع النصارى في ثمانين غاية يعني ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الف مقاتل يعني اثناشر الف مقاتل في ثمانين راية يعني ثمانين كتيبة شوف اعداد عملة زي دخل على مليون مقاتل فيقتلهم المسلمون وينتصرون عليهم وعيازا بالله تغرق الارض بالدماء لحد ما توصل لصدر الخيل شوف دي يعني يمشي الخيل في الدماء لحد صدره من كثرة الدماء عيازا بالله يتكون ملحمة عظيمة جدا من اشد المناحم التي ستحدث على وجه الارض من دمن العلامات ايضا فتح القسطنطينيين فتح القسطنطينيين واللي هيكون بعدها مباشرة خب بالك بقى هيكون بعدها مباشرة ظهور المسيح الدجال خب بالك بقى ظهور المسيح الدجال مباشرة بعد فتح القسطنطينيين ومن المعلوم ان ظهور المسيح الدجال ده اول علامة من علامات الساعة الكبرى واضح كده؟ طيب وزي اي تاني علامات زي مجيء زمان لا يبقى احد الا رحق بالشام معروف ان الابع السلام قال الا وان الايمان حين تقع الفتن بارض الشام الايمان يقرز الى ارض الشام بفضل الله سبحانه وتعالى مكان امان عظيم جدا للمسلمين في اخر الزمان اخر حاجة دخول الاسلام الى كل بيت على وجه الارض ده هيكون قبل ظهور سيد نعيسى قبل نزول سيد نعيسى عليه السلام وقبل ظهور المهدي وهيكمل معهم ليه؟ لان في عهد سيد نعيسى هينزل كحاكم من حكام المسلمين وليس كنبي من انبياء خبالك بقى هينزل كحاكم من حكام الامة المسلمين يعني هينزل ويحكم بين الناس بالاسلام ويعرض عليهم اما الاسلام واما القتل الجزر يا بقى خلاص في الوقت ده سينسخ هذا الحكم والذي اخبر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وخبالك فإذا في هذا الوقت هيعرض عنهم يا الإسلام يا القاتل فيسلم من على الأرض يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ولا يبقى في الأرض إلا أهل الإسلام وأهل الإيمان ثم بعد ذلك بعد ظهور علامة الدخان يموت المؤمنون ولا يبقى أحد إلا شرار الخلق يهزم بالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة انتشار الإسلام في كل الأرض قال لا يبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بأز عزيز أو بذل الذليل أزا يعز الله به الإسلام وأهله وذلا يذل الله به الكفر وأهله هذه كده العلامات التي ستقع قبل بداية علامات الساعة الكبرى إيه بقى اللي هيحصل في العلامات الصغرى المتبقية اللي هي الثلاثر التي ستكون بين ثنائع علامات الساعة الكبرى ده اللي احنا هنعرفه حبيبي ولكن بعد الفاصل تعالوا حبيبي بقى نشوف العلامات الصغرى المتبقية اللي هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى وإحنا بنقول يا التكرار يعلم الأبرار إن شاء الله إن إحنا قلنا علامات الساعة الصغرى بتنقاسم لثلاث أنواع علامات ظهرت وخلصت علامات ظهرت وما زارت مستمرة علامات لسه ما ظهرتش قلنا في الجزء اللي فات العلامات اللي لسه ما ظهرتش اللي هتكون قبل بدء علامات الساعة الكبرى والآن نختم بقى المقطع دوت وسمحوني إن كان طويل بس كان لازم أوضحه تمام نختم بقى المقطع ده بالعلامات الصغرى التي ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى ده يوضحنا لنا مسألة مهمة إن بعض الناس كانت فهمة إن لازم علامات الساعة الصغرى كلها تخلص وبعدين تبدأ الكبرى لا الفهم ده غلط علامات الساعة الصغرى في منها علامات كتيرة جدا ظهرت وفي علامات لسه هتظهر وفي علامات هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى تعالوا بقى الأول أوضح لكم إمتى ستظهر العلامة الكبرى ديت وإمتى هتظهر العلامة الصغرى اللي بعدها علامات الساعة الكبرى قلنا إن هم عشر علامات إيه هم يا شيك محمود ظهور المسيح الدجال نزول عيسى عليه السلام ظهور يأجوج ومأجوج طلوع الشمس من المغرب ظهور الدابة ظهور الدخان خصفهم بالمشرق خصفهم بالمغرب خصفهم بجزيرة العرب وآخر علامة نار تحشر الناس إلى أرض المحشر هم دول العلامات العشرة جيد تعالوا نشو بقى كل علامة وبعدها إيه من علامات الساعة الصغرى بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول علامة يا حبايبي ظهور المسيح الدجال بالتحديد الله يكرمك قلنا المسيح الدجال هيظهر إمتى بالتحديد طبعا هيكون قبل ظهور المسيح الدجال هيكون ظهر المهدي عليه السلام اللي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهيخوض مجموعة من المعارج بعد أن يبايع له عند الكعبة هيخوض مجموعة من المعارج سينتصر فيها جميعا بفضل الله ثم تفتح القسطنطينية بعد فتح القسطنطينية مباشرة بقول مباشرة تفتحت من هنا سينادي مناد عليهم ألا إن الدجال قد خلفكم في أهليكم وظراريكم ظهر المسيح الدجال هيظهر المسيح الدجال إزاي من غضب يغضبها هو الآن مسجون أو محبوس في غار يعني غار في جزيرة ومسلسل بالسلاسل وقد رآه تميم الداري كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن إن هو شاف المسيح الدجال ووصف شكله للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صدقه بهذا الكلام وخليه يقولي الكلام ده قدام الصحابة وأسلم تميم الداري وكان رجل النصرانين أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الوحيد اللي شافه هو من معه يعني من كانوا رجبين المركب وغرق بيهم وريقبوا على لحم الخشب لحد ما وصلوا الجزيرة ورأوا دابة اسمها الجساسة ودخلتهم عند المسيح الدجال ورأوه يعني رجل ضخم جدا جدا وله صفات معينة المهم ده نشرحه لما يجي نتكلم عن شرح العلامات الكبرى تمام فيخرج المسيح الدجال قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من غضبة يغضبها غضبة شديدة جدا يتخلص من السلاسل ثم يخرج ويعيث في الأرض فسادا وإفسادا ظهور المسيح الدجال هيكون بعد فتح القسطنطينية مباشردا بعد ظهور الدجال في علامات ساعة صغرى أي نعم في علامتين من الثلاثتاشر اللي هيكون بين سنايا علامات الساعة الكبرى إيه هم العلامتين العلامة الأولى إخراج الأرض كنوزها والعلامة التانية نفي المدينة المنورة لشرارها تعال نشوف العلامة دي والعلامة دي مش هنشرحهم لكن نوضحهم بس إخراج الأرض كنوزها إن المسيح الدجال ربنا سبحانه وتعالى هيجعل معاه بعض الإمكانيات علشان تكون فتنة للكفار والمنافقين وتكون يعني بفضل الله سبحانه وتعالى سببا لتثبيت المؤمنين لأن ربنا هيجعل المؤمنين يرون المسيح الدجال على حقيقته بفضل الله سبحانه وتعالى المسيح الدجال يروح لناس فقاراء عاشين في أرض خاربة يقول لهم إيه رأيكم عايزين إيه؟ يقول لهم عايزين فلوس عايزين نعيش يقول لهم طب إيه رأيكم لو أمرت الأرض الخاربة دي أن تخرج كنوزها تؤمنون به إنه أول ما يطلع يدعي أنه نبي ثم بعد ذلك يدعي أنه الله عيازا بالله تمام؟ أه طبعا نؤمن معاك فيأمر الأرض الخاربة فتخرج ما فيها من الكنوز والذهب والمجوهرات وتتبعه تلك الكنوز تخيلوا فده هيحصل بعد ظهور المسيح الدجال وإن كان برضو جزء منه هيحصل قبل ظهور المسيح الدجال ما الآن بتظهر منطلع الدهب ومنطلع المجوهرات ومنطلع منطلع عادي لكن أكبر كم من المجوهرات والكنوز ستخرج على عهد المسيح الدجال ولذلك أغلب من يتبع الدجال مين؟ سبعين ألف من يهود أصبهان بعض النساء وبعض الأعراب الجهلة لكن لا يتبعوا أهل الإيمان أبدا لأنهم يرونه مكتوب بين عينيه كافر بين عينيه خبالك نبقى ليه؟ قال يقرأها كل مسلم قارئ وغير قارئ من رحمة ربنا أن حتى الرجل الأمي اللي هو جاهل ما عرفش حاجة هيقرأها بفضل الله يبقى إخراجه الأرض كنوزها دي علامة صغرة تظهر بعد المسيح الدجال العلامة الثانية نفي المدينة لشرارها ربنا سبحانه وتعالى هيجعل المسيح الدجال يقدر يروح أي بلد في العالم بل هيطوف الأرض كلها ويدخل كل مشارك الأرض ومغربها إلا مدينتين مكة والمدينة ليه؟ ربنا هيجعل على أنقاب مكة والمدينة ملائكة يحرصونهما من دخول الدجال طيب المدينة في الوقت ذهب فيها ناس مؤمنون وناس منافقين وكفار يخرجوا إزاي؟ فربنا سبحانه وتعالى يجعل الأرض تتزلزل زي زلزل كده لكنه يتتبع أقدام المنافقين والكفار فقط ويبعد عن أقدام المؤمنين فيفضل وراهم الزلزلة الزلزلة حتى ما يخرجوا بر المدينة فيلقون الدجال ويؤمنوا معه وينصرفون فيخرجون من المدينة المنورة ودي علامة ساعة صغرى نيجي بقى للعلامة التانية من علامات الساعة الكبرى اللي هي نزول عيسى بن مريم عليه السلام لإقامة الإسلام مرة أخرى ولقتل الدجال وللتخلص من يأجوج ومأجوج لسه يظهر تمام؟ بعد نزول سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في علامة ساعة صغرى اللي هي رقم ثلاثة اللي هي قتال اليهود وقتلهم قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون يعني يقتلونهم بسرعة بفاء التعقيب فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله تعالى خلف يهودي تعالى فاقتره يقول صلى الله عليه وسلم إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود نوع من الشجر اسمه الغرقد تسألوا حبيبنا من أهل فلسطين يقولك الآن اليهود بيزرعوا أرض فلسطين أكبر قدر من شجر الغرقد لأنهم يصدقون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم يبقى إذن بعد نزول سيدنا عيسى في علامة اللي هي قتال اليهود وقتلهم يبقى ثلاث علامات فضل عشرة لسه من علامات الساعة الصغرى اللي هي هتكون بين ثنايا العلامات الكبرى طيب العلامة التالتة من علامات الساعة الكبرى اللي هي ظهور يأجوج ومأجوج قابلتين بالمليارات من أكبر الأعداد اللي في الدنيا كلها اسمها يأجوج ومأجوج هي يعيثوا في الأرض فسادا وإفسادا طبعا سيدنا عيسى لسه ما زال موجودا خذوا بالك بقى لسه ما زال حيا عليه الصلاة والسلام بعد ظهور يأجوج ومأجوج هتظهر أربع علامات أربع علامات صغرى خذوا بالك العلامة الأولى شيوع الأمن والرخاء حينما ينزل من السماء المولى عز وجل يأمر الأرض أن تخرج بركتها ويأمر السماء أن تنزل بركتها فيجتمع الفئام من الناس على عنقود من العنب فلا يستطعون أن يكملوه ويجتمع الرغط من الرجال على رمانة واحدة فلا يستطعون أن يكملوها ويستظلون بقحة فيها يعني بالإشري يعملوها تند كيف بديه؟ ويبارك في الرسل يعني في اللبن حتى يجتمع القبيلة على لقحة من اللبن فلا يستطعون أن يشربوها ويفيد الأمن حتى يطأ الرجل برجليها على رأس الأسد فلا يضره ويضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره ويكون الذئب في حضن الغلم ككلبها الذي يحرصه حاجة مش ممكن آمان لا يخطر على قلبه بشر لا أسد يتعرض لك ولا أفعة ولا أي شيء كل الحيوانات الشرسة اللي في الدنيا دي كلها تتحول إلى حيوانات أليفة وكل الناس يبقى بينهم سلام لا في عدوات ولا في أي مشاكل ده هيكون بعد ظهور يا أجوجهم أجوجهم بعد قتلهم يعني بعد التخلص منهم بفضل هم هتقتلوا هتقتلوا عن طريق أن ربنا يسلط عليهم دود يسمى النغف اللي هو بيكون في أنف الإبل يدخل في أنف الواحد منهم ويوصل لمخه فيفضل يخبطوا ببعض الحد دمائي يموتوا جميعا وفي الوقت ده ربنا هيكون أمر سيدنا عيسى أنه يتحصن هو ومن معه من المؤمنين في جبل الطور طور سيناء كمام ويدعون ويبتهلون إلى الله فالمواحد فيهم يخرج يشوف إيه اللي حصل هيليهم كلهم ميتين وقد أنتنت الأرض فسيدنا عيسى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى فيرسل طيورا كأحجام الجمال طيور في حجم الجمال فتأخذ جسس يأجوج ومأجوج وطرقين في البحار ثم يرسل المولى عز وجل مطرا يجعل الأرض كالزلفة يعني كالمرآه بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك بقى يعيشوا سبع سنين من أجمل سبع سنين في الدنيا كلها بفضل الله يشيع الأمن والرخاء وتنزل البركات وتخرج البركات ويعيش الناس أجمل سبع سنين في الدنيا جبه شيوع الأمن والرخاء اللي بعد كده استفادت المال وكثرته جي من ضمن العلامات اللي هتكون بعد زرور يأجوج وموتهم تمام استفادت المال لدرجة أن الواحد يأخذ زكاة ماله علشان يعطيها الواحد يقوله والله لو جئتنا بالأمس لقبناها أما اليوم فلا نريد شيئا إلا أن نسجد ساكدت لله نقترب بها من مرضات الله سبحانه وتعالى طيب اللي بعد كده دخول الإسلام في كل بيت قلت لكم في المقطع في جزء اللي فات إن الإسلام هيوصل كل بيت وده هيبدأ قبل ظهور المهدي وقبل نزول سيدنا عيسى وهيكمل بعضهم بفضل الله سبحانه وتعالى فالإسلام هيدخل كل بيت على وجه الأرض يبقى في الوقت ده في الوقت بتاع سيدنا عيسى وسيدنا المهدي يبقى كل الأرض على الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى وبعد كده العلامة التي بعدها هي العلامة السبعة ذو صدق رؤية المؤمن أي مؤمن في الوقت ده يرى الرؤية تأتي مثل فلق الصبح بفضل الله وهذا من باب المبشرات لأهل الإيمان لأنه كلهم هيبقوا عايشين على الإيمان والطقوة والإسلام تيجي بعد كده حبيبي بعد يموت سيدنا عيسى سيدنا عيسى هيقعد ولما ينزل هيبقى عنده تلاتة وتلاتين سنة هيقعد الأرض سبع سنين فقط ركزوا معايا حدا يبقى عنده أربعين سنة ثم يموت ميتة عادية بعد أن يحج إلى بيت الله الحرام ثم يموت ميتة عادية جدا ويدفن في الأرض عليه السلام بعدها مباشرة تركوا الحج لبيت الله الحرام ليه بقى بعد يموت سيدنا عيسى يبتدي بقى الإيمان ينزل مرة تانية ويبتدي الناس تبعد عن طاعة الله فالناس تترك الحج وتترك الذهاب إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى وده يكون بعد موت سيدنا عيسى مباشرة كده ثمان علامات جسة فاضلة ديه نقولنا هم تلاتتاشر علامة صغرى ما بين العشر علامات الكبرى نيجي بعد كده حبيبي للعلامة الكبرى الرابعة اللي هي طلوع الشمس من المغرب الشمس الأصل بتطلع من المشرق في اليوم ده تطلع من المغرب في الوقت ده حبيبي يغلق باب التوبة خلاص يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا لو كافر عايز يسلم ما ينفعش لو مسلم عاصي عايز يتوب ما ينفعش طالما طلعت الشمس من المغرب ثم يختم في نفس اليوم بظهور الدبة ودي علامة الساعة الكبرى الخمسة وخبالك الدبة يقال يما جاء في حديث ضعفه بعض أهل العلم إنه يكون مع الدبة دي عصى سيدنا سليمان عصى سيدنا موسى وخاتم سيدنا سليمان من كان مؤمنا هي ربنا يجعلها تطلع على ما في القلب من كان مؤمنا تختمه بالخاتم في جبينه ومن كان كافرا تختمه بالعصى على أنفي فينادي الناس بعضهم بعضا ما حد يش يقول يا محمد ولا يا محمود ولا يا عبدالله لا يقول يا مسلم يا كفر فهتبقى فتنة جبيرة جدا بعد علامة طلوع الشمس من المغرب وبعد ظهور الدبة ما فيش ولا علامة صغرى نخش على علامة سادسة من علامات الساعة الكبرى اللي هي ظهور الدخان ودي يا حبيبي آخر علامة يراها أهل الإيمان بعدها مباشرة يموت كل المؤمنين اللي على وجه الأرض ولا يبقى إلا الكفار لأن العلامات اللي بقية كلها علامات عذاب صعبة جدا لن يراها إلا الكفار لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق والحديث رواه المسلم يبقى ظهور الدخان بعد ظهور الدخان يا حبيبي في أربع علامات من علامات الساعة الصغرى إيه هم يا حبيبي ذهاب الصالحين ودي العلامة رقم تسعة من علامات الساعة الصغرى اللي هم هيكونوا مبابين العلامات الكبرى ذهاب الصالحين إن كل الصالحين هيموتوا طب هيموتوا زي بالعلامة اللي بعدها اللي هي الريح اللينة أو الريح الطيبة الريح دي هات ربنا جعلها ريح طيبة ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين حتى لو دخلوا جحر جبل أو حضن جبل دخلت وراءه وقبضت روحه في حنان وتحنان بفضل الله عشان جاي يسمى إيه الريح الليينة أو الريح الطيبة العلامة اللي بعد كده رفع الكرآن من المصاحف والصدور ورد فيها حديث رواب نماجة والحاكم بسنة دين صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشيء الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية الله أكبر ليه لأن الناس هترجع للكفر بعد ظهور الدخان المؤمنون هيموتوا ولا يبقى إلا الكفار طب الكفار مش هيقلوا في الكرآن خلاص لا حاجة للناس إلى الكرآن خلاص فالكرآن يرفع من المصاحف ومن الصدور العلامة الرابعة هدم الكعبة هدم الكعبة الكعبة ستهدم نعم كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين كأني أراه الآن ينقضها حجرا حجرا يعني كأني شايف دلاته وبيهدها حجر حجر طب ليه خلاص الناس بعد الدخان مات المؤمنون يرجع الكفار ينصب الأصنام حول الكعبة ويعبدون الأصنام مرة أخرى خلاص لا كرآن ولا صلاة ولا عبادة ولا يدرون نبع صحيح حتى في صحيح مسلم لا تقوموا الساعة حتى لا يقالوا في الأرض الله يعني كلمة الله ينساها الناس ينسون أن لكون إله سبحانه وتعالى وجل جلاله فتهدم الكعبة ويرفع الكرآن تيجي العلامة الكبرى السبعة والتمنة والتسعة اللي هي الخصفات التلاتة خصفهم بالمشرق خصفهم بالمغرب خصفهم بجزيرة العرب ودولة ما فيش بعضهم غير آخر علامة صغرى اللي هي زوال الجبال من أماكنها سبحانك يا ربي كل الجبال تزور من أماكنها ويسألونك عن الجبال فكل ينسفها ربي نسفا الله أكبر يبقى كده التلاتاشر يعني وسيرت الجبال فكانت سرابة سبحانك يا ربي يبقى كده التلاتاشر علامة صغرى كانت بين ثانية العلامات الكبرى آخر علامة كبرى اللي هي العلامة العشرة اللي هي النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر ودي ما فيش بعدها أي علامة صغرى لأن بعدها مباشرة قيام الساعة في المقطع ده حبيبي اختصرت لكم كل الأحداث المتبقية في العالم كله حكيت لكم اللي ظهر وخلص واللي ظهر ومستمر واللي ما ظهرش في علامات هتظهر قبل علامات الساعة الكبرى علامات ساعة صغرى يعني والعلامات التي ستكون بين ثنايا العلامات الكبرى وتحديدا متى تقوم كل علامة صغرى بعد كل علامة كبرى امتى بالضبط وبالتحديد ذكرتها لكم فأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة بعد طول العمر وحسن العمل وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى وأقسمت عليكم بالله انشروا هذا المقطع على قدر ما تستطيعوا لأنه من أهم المقاطع اللي الناس محتاجة تسمعها حتى نتخلص من كل التخريفة التي تنشر في أماكن كثيرة جدا عن علامات الساعة الصغرى أو الكبرى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته